اشتركوا في القناة عام 1931 اشترت المنزل سيدة جميلة رفعة الشأن تدعى السيدة لالوري وسكنته مع زوجها الدكتور لوي لالوري وشأنها شأن كبير المجتمع في تلك الفترة كانت السيدة لالوري تملك خدما لكنها كانت تسيء معاملتهم وتؤذيهم صبح مساء سرعان ما اكتشف الجيران أنها امرأة قاسية حين أحرق أحد مملوكها المنزل ودخل الجيران لإنقاذ المملوكين فوجدوا سبعة منهم بحالة صحية سيئة نتيجة سوء المعامل ونقص التغذية اثنان من المملوكين قضوا نحبهم نتيجة وضعهم الصحي السيء واثنان آخران وجد مدفنين بجوار المنزل بعد مرور عدة سنوات بيع المنزل وهجره مالكوه الجدد بعد فترة قصيرة من شرائه نتيجة حدوث نشاطات غير طبيعية مجهولة السبب في المنزل وخلال أعمال تجديد المنزل مؤخرا اكتشفت المزيد من القبور المخفية ضمن أرضية المبنى يعتبر فندق شونر مسكن أكبر عدد من الأشباح في منطقة ساحل نورت ساندرلاند وفي بريطانيا عموما حيث يقتنه أكثر من ستين شبحا يعتقد أن الأسباب الرئيسية لاكتسابه تلك السمعة هي أنه شهد العديد من أعمال العنف وجرائم القتل وحالات انتحار إن قررت النزل في هذا الفندق فتجنب الغرفتين رقم سبعة عشر وثمانين وعشرين لأن الكثير من الجرائم المروعة ونشاطات الأشباح حدثت فيهما يقال إن عائلة بأكملها قتلت في الغرفة ثمانين وعشرين ورغم أنه لم يعلن عن كثير من التفاصيل بخصوص هذه الجريمة إلا أن الموظفين والنزلاء أفادوا بسماع صراخات عالية وأصوات أخرى مجهولة مصدرها الغرفة ثمانين وعشرين وبرؤية الظلال غامضة وسماع طرقات بلا سبب على الأبواب في الغرفة سبعة عشر في المرتبة الثالثة قلعة إيدنبرغ في أسكتلندا هذه القلعة الملكية الزاخرة بالتاريخ هي أهم أماكن الجذب السياحي في أسكتلندا وكان لها دور هام في حسم الكثير من المعارك وإضافة إلى ذلك هناك الكثير من قصص الأشباح المتداولة حول هذه القلعة كل ليلة يسمع صوت تطبيل شبح طبال والبعض قال إنه شبح ولد يضحك ويركض كالمسعور يقال إن زوار القلعة يستشعرون وجود أشباح العديد من السجناء الذين كانوا يبيتون ويعذبون في القلعة ويجتمون رائحتهم عام 1537 اتهمت امرأة تدعى جانيت دوغلاس بممارسة السحر الأسود بغية قتل الملك جامس الخامس فأحرقت جثتها على أرض القلعة وأجبر ابنها على مشاهدة ذلك الفعل الوحشي زوار القلعة يفيدون بسمع أصوات طرق على الجدران وأصراخ في الليل في المرتبة الثانية بورج لندن يعود تاريخ تأسيس بورج لندن لما قبل تسعة قرون ويعد واحدا من المباني الأكثر احتواء للأشباح في بريطانيا كان مسكنا لأسوي سكان بريطانيا سمعة وأكثرهم شرا ممن شنقوا قطعت رؤوسهم لارتكابهم أعمالا إجرامية جدير بالذكر أن الحرارة داخل المبنى مرتفعة ويسمع بداخله أصوات غريبة خلال القرن التاسع عشر كان أحد المسؤولين وعائلته يتناولون طعام الغداء في البرج حين شاهدوا شيئا يتحرك ظهر أمامهم شبح مخيف فدفع الرجل كرسيا باتجاهه فمر الكرسي عبر الشبح واختفى عام 1964 صرف جندي من الخدمة بعد أن فقد وعيه عاقب مصارعاته شبحا وأكد جنديان آخران هذه القصة كثرة الحوادث الغريبة في القصر دفعت محطة بي بي سي التلفزيونية لإرسال فريق من مراسليها بصحبة مجموعة من المختصين باستكشاف الظواهر الغريبة لمحاولة حل لغز بعض المشاهدات والنشاطات المتعلقة بالأشباح بالاستعانة بكاميرات خاصة تستعمل الأشعة تحت الحمراء ومقيس حرارة النتائج أكدت أن كل تلك الإدعاءات حقيقية في المرتبة الأولى البيت الأبيض هذا القصر الرئاسي الشهير كان بيتا لعشرات الرؤساء الأمريكيين والمسؤولين الرافعين يقال إن قاطنيه يشاهدون آسار أقدام مجهولة ويسمعون أصوات أبواب تغلق بقوة من حين لآخر حتى أن التواجد بداخله يبعث على الشعور بالارتعاش كل تلك الإدعاءات صادرة عن مسؤولين حكوميين وعاملين في البيت الأبيض وكثير من الشائعات تقول بأن الرئيس الأمريكي الأسبق أبراهام لين كولن كان على اتصال وثيق بالعالم الآخر لكونه تنبأ بموته وأنه كثير التلدد على الاجتماعات ويتجول في القاعات الكبيرة ويتسكع بالقرب من القاعة التي كانت مكتبه خلال فترة حكمه أثناء الحرب العالمية الثانية غادر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون شيرشيل غرفة نوم لين كولن بعد استشعاره الرئيس الراحل يلبسه أثناء نومه وفي حادثة أخرى أفدت إحدى العاملات بأنها شعرت بوجود شبح الرئيس أندرو جاكسون يقترب منها وسمعته يضحك أثناء تواجدها في الغرفة التي كان ينام فيها لكن الأرواح التي تتردد على المكان لا تقتصر على الرؤساء وزوجاتهم فصوت صراخ والدة المتهم بقتل لين كولن يسمع ليلا وكذلك صوت ضرب أيديها أبواب البيت الأبيض إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جامع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟ تريدون لبحار في عالم من المعرفة والثقافة؟ سبيلكم الوحي مجلة الوثائقيات انضموا إلينا عبر صفحتنا على الفيسبوك مجلة الوثائقيات في كل لحظة جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر